حدثتكم عن المرجئة وإرجائهم وحدثتكم عن المعجلة وتعجيلهم فهذا هو واقعنا الشيعي الذي نتحرك فيه ونعيش في أحنائه وأنحائه بقي عندنا عنوان ثالث العنوان الثالث المستعجلة عندنا المرجئة والمعجلة وهناك عنوان ثالث المستعجلة فهناك المعجلون وهناك المستعجلون المعجلون هم المسلمون مر الكلام في هذا فارق بين المعجل والمستعجل المعجل من حيث هو ليس هناك من عجلة عنده وإنما تكليفه أن يُعجل في عمله ولابد أن يكون تعجيله في عمله مستنداً إلى حكمة مستنداً إلى تخطيط دقيق أو منطقي على الأقل أما المستعجل فهو مستعجل بنفسه هو مستعجل لغاياته ليس معجلاً المعجل ينطلق من عقيدة من حكمة ينطلق من ارتباط بمشروع إمام زمانه وهذا الارتباط ارتباط حقيقي ارتباط صادق ليس هناك من منفعة شخصية دنيوية المستعجل بخلاف ذلك المستعجل هو الذي يتحرك في الاتجاه الذي يتحرك فيه والهدف عنده منافعه الشخصية حتى لو كانت في الاتجاه الديني المستعجلون مشكلتهم الجهل وسيأتي الكلام تباعاً وتتضح الصورة شيئاً فشيئاً هناك فارق بين التعجيل والاستعجال التعجيل هو شأن المعجلين شأن المعجلة والاستعجال هو شأن المستعجلين شأن المستعجلة التعجيل تفعيل والاستعجال استفعال وفارق بين التفعيل والاستفعال التفعيل عمل واقعي مخطط له وهو في حالة استمرار وتواصل أما الاستفعال إنه سعي من المستفعلي أن يصل إلى ما يريد بأي جهد وبأي صورة استفعال استنتاج استخراج كالذي يحاول استخراج كنز من الأرض بأي طريقة بأي وسيلة كالذي يريد أن يستنتج نتيجة من بحث أكان البحث علميا أم كان البحث أثاريا في الأرض أم كان أم كان فارق بين التفعيل والاستفعال إنه تعجيل يستند إلى حكمة وهذا استعجال يستند إلى عجلة فيها الندام في العجلة الندام وفي التأني السلام التعجيل مساره مسار التأني المعجل هو الذي يعجل في عمله وفقا للحكمة ووفقا للظروف المؤاتية بخلاف المستعجل إنه يتحرك بسرعة من دون حكمة ومن دون مراعاة الظروف المؤاتية يريد أن يحقق غايته التي هي غاية نفسية وشخصية تتعلق بشؤونه الشخصية فارق كبير بين الاثنين نلقي نظرة سريعة على بعض من أحاديثهم الشريفة الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة هذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 203 الحديث الخامس بسنده عن أبي المرهف قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هلكت المحاضير قال قلت وما المحاضير قال المستعجلون ونجى المقربون هؤلاء هم المعجلون هؤلاء هم المسلمون لأمر إمامهم وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج الذين يسلمون لأمر إمام زمانهم هؤلاء هم المقربون وهم أصحاب منهج التعجيل إمامنا الصادق يقول هلكت المحاضير أبو المرهف يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه وما المحاضير قال المستعجلون المحاضير في أصلها في اللغة هي جمع لمحضار والمحضار هو الحصان الفرس حينما يكون مسرعا من الحضر فالحضر سرعة حركة الفرس الإمام يصفهم بالخيول المسرعة هلكت المحاضير وإنما استعمل الإمام هذا الوصف يريد أن يشير إلى قلة عقلهم إلى انعدام عقلهم بالأحرى إلى تفش الجهل فيهم هؤلاء هم المحاضير هلكت المحاضير قلت وما المحاضير أبو المرهف يسأل الإمام الصادقة الإمام يجيب المستعجلون ونجى المقربون إنهم المعجلون فارق كبير بين المستعجلين والمعجلين المستعجلون هالكون ونجى ونجى المقربون وثبت الحصن على أوتادها كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها وإنهم الحديث عن أعدائكم وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض لهم لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية الشريفة تفاصيل الرواية تتحدث عن الظروف الخانقة التي كان يعيشها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشد الأيام مرت على إمامنا الصادق أيام العباسيين ألا لعنة على العباسيين إمامنا الصادق يقول هلكت المحاضير أبو المرهف يسأل الإمام وما المحاضير الإمام يقول المستعجلون هلك المستعجلون ونجأ المقربون وثبت الحصن على أوتادها ثبت الحصن على أوتادها الأوتاد هم المعجلون الذين يتصرفون بحكمة وثبات ما هم بمستعجلين وثبت الحصن على أوتادها ثبت المشروع المهدوي وفقا لحركة هؤلاء لأوتادي المشروع المهدوي قطعا هذا إذا كانوا موجودين أنا أتحدث في الجانب النظري أنا أبين بنحو إجمالي ما جاء في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه هلك المستعجلون ونجأ المقربون وثبت الحصن على أوتادها كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها وإنهم لا يريدونكم بجائحة الحديث عن العباسيين إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الظروف الخانقة التي كان يعيشها أيام العباسيين وكانت الشيعة أيضا تعيش نفس تلك الظروف موطن حاجتنا هو ما قاله إمامنا الصادق هلكت المحاضير هلك المستعجلون ونجأ المقربون صفحة ميتين أربعة الحديث الثامن بسنده عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه يوما وعنده مهزم الأسد فقال جعلني الله فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال علينا إنه يسأل عن فرج لشيعة بفرج محمد وآل محمد فقال يا مهزم كذب المتمنون المتمنون هم الذين يريدون أن يحققوا شيئا وفقا لما هم يريدون هذه المشكلة موجودة على طول تأريخ الغيبة ابتداء من الغيبة الصغرى واستمرارا مع الغيبة الكبرى هناك المتمنون الذين يريدون أن يحققوا ما يصبونهم إليه ولكن تحت هذه اليافطة تحت اليافطة المهدوية يا مهزم كذب المتمنون المتمنون هم الذين لا يعملون وفقا لبرنامج إمام زمانهم وإنما بحسب رغباتهم بحسب ما يتخيلون أن يكونوا عليه هؤلاء هم المتمنون وهم صنف من المستعجلين يا مهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون المسلمون هم الذين سلموا لأمر إمام زمانهم وهم وهم المعجلون وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هؤلاء هم المعجلون هم المسلمون لأمر إمام زمانهم يا مهزم كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون عاقبة أمرهم إلينا معنا وإلينا يصيرون شعار المسلمين ما هو فمعكم معكم لا مع غيركم هؤلاء هم المسلمون وإلينا يصيرون الحديث العاشر صفحة ميتين وخمسة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هلك أصحاب المحاضير الإمام عبر بهذا التعبير هلك أصحاب المحاضير أصحاب الخيول السريعة هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون وثبت الحصن على أوتادها إن بعد الغم فتحا عجيبا إن بعد الغم بعد غم الغيبتين الغيبة الأولى والغيبة الثانية إن بعد الغم فتحا عجيبا هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون أصحاب المحاضير هم المستعجلون المستعجلون يمكننا أن نصنفهم إلى مجموعتين بنحو إجمالي المجموعة الأولى المدعون أصحاب الإدعاءات المدعون الصنف الأول من أصناف المستعجلين والمدعون في الوسط الشيعي على نوعين هناك مدعو المقامات الذين يدعون المقامات لأنفسهم أو يدعون المقامات لغيرهم وهناك مدعو التمهيد مدعو المقامات كالذي يدعي أنه الإمام المهدي كالذي يدعي أنه اليماني وهكذا الذين يدعون المقامات ويدخل تحت هذا العنوان الذين يدعون النيابة الخاصة وكذلك الذين يدعون النيابة العامة وما هم بأهل الله قطعا العلماء يمثلون الأئمة بدرجة من الدرجات فالعلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأئمة صلوات الله عليه فهم يمثلون الأئمة بدرجة من الدرجات من جهة أنهم رواة حديث ينقلون حديثهم يبثون علمهم بدرجة من الدرجات فيأتي مراجع حوزة الطوسي يدعون النيابة العامة قد قد تصدق النيابة العامة في حق بعض رواة الحديث ربما من جهة أنهم ناقلون لحديث العترة الطاهرة أنهم ناقلون لعلم العترة الطاهرة أما أن يدعي مراجع حوزة الطوسي وهم شوافع وهم أشاعرة وهم معتزلة أنهم نواب لصاحب الزمان فهذا إدعاء كاذب مدعو المقامات الذين يدعون أنهم نواب خاصون وكذلك الذين يدعون أنهم نواب عامون وما هم بأهل لتلك النيابة العام النيابة الخاصة انتهت بانتهاء الغيبة الأولى انتهت بموت السفير الرابع بموت علي بن محمد السمري انتهت النيابة الخاصة السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى في زمان الغيبة الطويلة يمكن أن يصدق هذا المعنى من أن العلماء الذين يحملون علم محمد وأهل محمد من أنهم ينوبون عنهم في نقل هذا العلم إنهم رواة حديث هذا إذا توفرت فيهم المواصفات التي يريدها إمام زماننا يمكن أن يقال عنهم نواب بدرجة من الدرجات مثل ما قالت الأحاديث من أنهم ورثة الأنبياء فهم ورثة محمد وآل محمد في جهة من الجهات في ناحية من النواحي يمكن أن يصدق ذلك عليهم إذا توفرت فيهم المواصفات والشرائط التي يريدها إمام زماننا بالنسبة لي لا أرى أحدا يتصف بهذه المواصفات بحدود معلوماتي وبحدود خبرتي لا أعرف أحدا في العالم الشيعي لا أعرف هذا عن نفسي ولا أعرف هذا عن غيري من أنه متصف بالأوصاف التي يريدها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الأوصاف موجودة في الروايات الشريفة ولا تنطبق على أحد منا في واقعنا الشيعي هذه هي الحقيقة من الآخر أنا لا أريد أن أقول من أنه لا يوجد أصلا أتحدث عن مدى معلوماتي وخبرتي فعدم وجداني لشخصية تحمل هذه المواصفات لا يدل على عدم الوجود إنما أتحدث بحدود طلاعي المحدود إذن عندنا مرجئون ومر الكلام عنهم وسأعود إليهم أيضا كي أرسم صورتهم في واقعنا اليوم من هم هؤلاء المرجئون عندنا المرجئون وعندنا المعجلون وعندنا المستعجلون المرجئون هم أعداء صاحب الزمان في الوسط الشيعي إنهم مراجع حوزة النجفي وكربلاء الإمام حدثنا عنهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون حينما نأتي وندقق في كتبهم وندقق في سيرتهم وندقق في فتاواهم نجد أن هذا الوصف الذي ذكره إمام زماننا عنهم ينطبق عليهم جميعا بدرجة كاملة فهؤلاء هم أعداء صاحب الزمان لأن الأئمة أخبرونا من أن نواصب السقيفة بني ساعد هم أعداء الشيعة أما مقصرة الشيعة مرجئة الشيعة فهم أعداء العترة صلوات الله عليها وهؤلاء هم مرجئة الشيعة هؤلاء هم مقصرة الشيعة أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء لا أستثني أحدا منهم إلا إذا ثبت بالأدلة أن أحدا منهم لا يتصفوا بهذه الأوصاف هؤلاء هؤلاء المرجئون أما المعجلون فهم المسلمون المجموعة الثالثة المستعجلون إنهم المحاضير وهلكت المحاضير هلك المستعجلون المجموعة الأولى المدعون من المستعجلين مدعو المقامات من يدعي أنه الإمام المهدي من يدعي أنه رسول من الإمام المهدي من أنه اليماني الذين يدعون هذه الإدعاءات الذين يدعون النيابة الخاصة السفارة الخاصة وهذه السفارة انتهت بانتهاء الغيبة الأولى الذين يدعون النيابة العامة يمكن كما قلت لكم أن تصدق النيابة العامة بدرجة من الدرجات مثل ما يوصف العلماء من أنهم ورثة الأنبياء وهم ورثة الأئمة صلوات الله عليه هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء أخذوا العلم من محمد وآل محمد والعلماء علماء الشيعة هم جزء من منظومة نقل علم محمد وآل محمد جزء من منظومة بث علم محمد وآل محمد من هنا قد ينطبق عليهم هذا الوصف لكننا في الواقع الشيعي لا نجد أحدا يتصف بهذا الوصف الذين يوصفون بهذا الوصف إن كان هذا الوصف من عند أنفسهم أو من قبل الشيعة وهم يقبلون به هؤلاء كذابون دجالون مدعون المستعجلون المجموعة الأولى المدعون المجموعة الثانية الموقتون الذين يصنعون برنامجا يتحدثون من خلاله لا أتحدث عن برنامج تلفزيوني وإنما أتحدث عن برنامج عمل في حياتهم يتحدثون يتحدثون من خلاله ويبينون فيما يدعون من علم عندهم بوقت الظهور استنادا إلى منامات إلى مكاشفات إلى حسابات رقمية إلى إدعاءات مختلفة فيحددون وقتا للظهور وحينما يأتي الوقت وليس هناك من ظهور يكذبون على الشيعة من أن بداء قد حدى وهم لا علم لهم لا بحقيقة البداء ولا علم لهم بوقت الظهور ولا علم لهم أصلا بأي شيء من العلم الحقيقي كل الذي عندهم هراء في هراء في هراء من المصدر نفسه صفحة لثمية الحديث الحديث الثالث بسنده عن محمد بن مسلم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لمحمد بن مسلم يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابنا أن تكذب فإنا لا نوقت لأحد وقتا من أخبرك عنا توقيتا هذا الإخبار أن يقول من أنه عثر على رواية عنهم حددت ميقاتا لظهور الإمام أو أنه يحدد وقتا وفقا لمنامات أو وفقا لمكاشفات أو وفقا لحسابات رقمية ليس لها من أساس علمي متين لنبوآت لصوفي قال هكذا لعرفاني قال هكذا وينسب ذلك إلى أئمتنا الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم ومحمد هذا فقيه من كبار فقهاء أصحاب الأئمة يقول له يه محمد من أخبرك عنه توقيتا إن كان هذا الإخبار بلسان رواية وحديث أو كان بلسان منام وأحلام أو كان بلسان مكاشفة أو إلقاء في القلوب كما يفعل الصوفيون والعرفانيون أو 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 من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذب فإنا لا نوقت لأحد وقتا هناك أشخاص لا يعلنون التوقيت لكنهم يحون لنا من أنهم يعرفون الوقت هؤلاء كذابون كذابون هؤلاء كذابون الإمام يقول فإنا لا نوقت لأحد وقتا هؤلاء كذابون هذه أحاديث الأئمة لا أن يخرج عليكم خارج على الفضائيات أو على الإنترنت يقول ما يقول وأنتم لا تعرفون مصدر قوله وتعتمدون على قوله هذه أحاديثهم وهذه كتبهم كتاب غيبة النعماني هذا الكتاب يجتمل على أحاديثهم الحقيقية هذه أحاديثهم وكلماتهم ورواياتهم هذا الكتاب بمستوى الكافي يا محمد الكلام من الإمام الصادق لمحمد بن مسلم يا محمد من أخبرك عننا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه فإنا لا نوقت لأحد وقتا لا بحديث ورواية ولا بمنام ولا بمكاشفة ولا بأي شيء آخر فإنا لا نوقت لأحد وقتا الحديث الرابع الإمام يعطينا قاعدة وقاعدة مهمة جدا إمامنا الصادق يحدثنا والذي ينقل الرواية عبد الله بن سنان من فقهاء وعلماء أصحاب إمامنا الصادق الرواية الأولى نقلها لنا محمد بن مسلم وما أدراكم ما محمد هذا وهذه الرواية أيضا عن شخصية مهمة أخرى عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق أب الله إلا أن يخلف وقت الموقتين الذين يوقتون وقتا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل توقيتهم هذا توقيتا باطلا من البداية هذا لا يعني أن زمان الظهور يتغير بحسب توقيت الموقتين وإنما الذين يوقتون فهؤلاء لهم بدايات من الخذلان خذلانهم هو الذي قادهم إلى هذا أب الله إلا أن يخلف وقتا الموقتين الحديث الخامس صفحة 301 بسنده عن أبي بكر الحضرمي قال سمعت أبا عبد الله سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنا لا نوقت هذا الأمر ليس هناك من توقيت الحديث السادس حديث مهم حديث طويل أقرأ لكم شيئا من بداياته عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت له جعلت في ذاك متى خروج القائم فقال يا أبا محمد أبو بصير له كنيتان كنيته الأصل أبو محمد وإنما يكن بأبي بصير لأنه كان ضريرا الإمام يقول يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه وآله سيد الكائنات وقد قال محمد كذب كذب الوقاتون هذا القانون من رسول الله صلى الله عليه وآله أبو بصير يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه جعلت في ذاك متى خروج القائم الإمام يجيبه يا أبا محمد يجيب أبا بصير يا أبا محمد إن أهل بيت لا نوقت لا نوقت لهذا الموضوع لخروج القائم وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون يا أبا محمد وإنما هكذا تحدثوا عن إمام زمانكم إذا أردتم الحديثة عن وقت ظهوره هكذا تحدثوا تحدثوا بهذه الطريقة يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمسة علامات أولاهن النداء في شهر رمضان أولاهن ليس زمانا وإنما أولاهن في الأهمية والوضوح لأن العلامة هذه ستكون للجميع وإلا فإن العلامة الأولى زمانا السفياني هذه العلامة لن تكون واضحة للجميع وإنما تكون واضحة للشيعة الذين يتابعون هذا الموضوع أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء إذا أردنا أن نرتب هذه العلامات زمانا خروج السفياني أولا يرافقه خروج الخراساني النداء في شهر رمضان ثانيا قتل النفس الزكية في أواخر ذي الحج ثالثا خسف بالبيداء سيكون في أيام شهر محرم في الأيام الأولى في بدايات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في مكة الخسف سيكون في بيداء المدينة والإمام تكون حركة ظهوره قد بدأت في مكة الحديث طويل الإمام يبين لنا أن الأسلوب في الحديث عن زمان الظهور يكون بهذه الطريقة بالحديث عن العلامات وعن العلامات القريبة مثل ما حدثتكم في الحلقات المتقدمة في مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول حدثتكم في هذا الموضوع بنفس هذا الأسلوب هذا هو الأسلوب الذي يريد منا إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن نتحدث به أبو بصير يسأل الإمام الصادق جعلت في ذاك متى خروج القائم فقال إمامنا الصادق يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون 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 الذين يحددون وقتا فلا يحدث شيء فيكذبون على أتباعهم يكذبون على الناس من أن البداء قد أخر وقت الظهور من أن الأمر الفلانية قد حدث أسرار البداء نحن لا نعلم بها أسرار البداء عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن لا نعرف أسرار البداء فيحددون وقتا ثانيا هذا هو المراد من الوقاتين الوقات الذي يوقت ويوقت ويوقت يكثر ويعدد في مسألة تحديد وقت الظهور الوقات كذاب كذاب أعرف هذه الحقائق يا أيها الشيعة لماذا أنتم مضحكتون الذين ينكرون ولادة صحب الأمر يضحكون عليكم ويذهب من الشيعة من يذهب معهم الذين يدعون النيابة العامة كمراجع حوزة النجف وكربلا يضحكون عليكم وتذهبون معهم الذين يوقتون أوقاتا ويحددون ويحددون مواعيد لظهور الإمام ولا يحدث شيء ويقذبون عليكم ويحددون وقتا آخر ولا يحدث شيء ويقذبون عليكم أيضا تذهبون معهم ما بالكم هكذا ما بالكم مسخرة يا أيها الشيعة ما بالكم مضحكة وهذه معارف أهل البيت وهذه ثقافة أهل البيت بين أيديكم لماذا تتركونها وتذهبون وراء هؤلاء الدجالين من مختلف الأصناف يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقيت وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء وتستمر الرواية ويستمر الكلام نذهب إلى فاصل